هذه النشرة برعاية ليبا براد أسي موبلر أهلا بكم إلى أخبار الكمبس بعد الانتقادات الشديدة التي تعرض لها القياد في حزب سفيريا ديبوكراطنا مارتين ستريد بسبب تصريحاته العنصرية التي وصف فيها المسلمين بأنهم ليسوا بشرا بالكامل اضطر الأخير إلى إعلان استقالته من الحزب وقال ستريد لوكلة الانباء السويدية أنه نادم على حديثه وأنه يتأسف على قوله ذلك وأضاف أنه يمكن للمرأة التعبير بشكل خاطئ إذا كان يشعر بالإجهاد وبأنه في عجلة من أمر حسب زعمه ومجهته زعيم سفيريا ديبوكراطنا المناهض للأجانب جيمي إكسون رد على تصريحات عضو الحزب بالقول أنه هذا أسوأ ما سمعه من قبل واصفا التصريح بالكلام الغبي واعتبر أن ما قاله مارتين ستريد عنصري أو أقرب للعنصرية محكمة الاستناف في سكونة تؤكد الحكم الصادر عن محكمة مالمو بالسجن لمدة ستة أشهر على رجل يبلغ من العمر خمسة وثلاثين عاما دعا عبر الفيسبوك إلى جمع الأموال لمنظمات إرهابية وفقا لمحكمة الاستناف فإن رسائل الرجل عبر الفيسبوك تضمنت طلبا رسميا لارتكاب نوع خاص من الجرائم الخطيرة وأكدة على حكم المحكمة الابتدائية لأن دعوة الآخرين إلى تقديم دعم مالي للمنظمات الإرهابية من أجل شراء الأسلحة هو مثل طلب الدعوة إلى ارتكاب جرائم خطيرة الحكم يعتبر هو الأول من نوعه في السويد حيث يجري إدانة شخص بتهمة دعوة أشخاص آخرين للتبرع بالأموال لصالح منظمات إرهابية الاعتلاف الحاكم في السويد الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب البيئة أبرم اتفاقا بخصوص طالبين لجوء القصر القادمين إلى السويد بدون صحبة دويهم يمنحهم حق البقاء في البلاد وبحسب صحيفة أفتنبولادت فإن الاتفاق يعني أن الغالبية العظمى من هذه المجموعة أي من طالبين لجوء القصر سيحصلون على فرصة للبقاء في السويد وكان الاتلاف الحكومي قد عقد مفاوضات شاقة خلال اليومين الماضيين وتوصل إلى اتفاق بالإجماع حسب مصادر الصحيفة وقد شكلت هذه القضية عقدة شائكة بين حزبي الاشتراكي الديمقراطي والبيئة حيث تكهن البعض إلى أمكانية أن تؤدي إلى كسر الاعتلاف بينهما بسبب تشدد حزب رئيس الوزراء في هذا الموضوع مقابل رفض البيئة عمليات ترحيل القصر ومصلحة الهجرة تؤكد مجدداً أنها ستلغي عقود جميع مساكن اللجوء المؤقتة المتبقية لديها حتى منتصر في العام 2018 وقال مدير قسم الإسكان في مصلحة كينث كاليسون إنه يجب الآن اعتماد منازل اللجوء الخاصة بالمصلحة إذ تعد أكثر استقراراً واقتصاداً وسيتم العمل على إلغاء عقود مساكن اللجوء المؤقتة بشكل تدريجي بدءاً من الأعلى السعر فيما سيتم إلغاء العمل بالبقية بالتدريج أيضاً حتى شهر حزيران يونيو 2018 وفقاً لكاليسون لم يتم تحديد جغرافية أو عدد الأماكن التي سيتم إلغاؤها في كل مرحلة حتى الآن استمرار ارتفاع عداد البريطانيين الذين يتقدمون بطلب الحصول على الجنسية السويدية منذ قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي في حزيران يونيو 2016 وقد بلغ عدد البريطانيين المتقدمين منذ بداية هذا العام وحتى أواخر تشجيل أول أكتوبر الماضي 1781 شخص مقابل 1716 شخص العام الماضي يرتفع عدد الطلبات منذ التصويت على البريكسيت في حزيران يونيو العام الفائد إلى قرابة 3000 طلب وفقاً لمصلحات الهجرة أخيراً التقرير السنوي صادر عن المنظمة الأكاديمية المركزية في السويد يؤكد أن أكثر الوظائف التي سيكون عليها طلب خلال سنوات الخمس القادمة هي وظائف التعليم الموظفين الاجتماعيين الخصائية للعلاج الطبيعي الكهنة وكذلك العاملين في مجال البصريات ومربي الحيوانات فيما تبدو الفرص غير واعدة في مجال خبراء الصحة البدنية والغذائية والاتصالات أوضح التقدير إلى وجود شبه انعدام للمنافسة على الحصول على هذه الوظائف وقد يكون السبب في ذلك مستوى الأجور أو عدم وجود فرص للنموء المهني بهذا النوع من الوظائف نهاية ونشر مشاهدنا إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة